بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله وسلم وابارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فلا أعلم زمانا أولى وأجدر بأن يسارع الإنسان إلى أمر الله عز وجل وإلى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الزمان لا سيما أن الفتنة قد سكنت القلوب وسكنت العقول وانطلقت بها الألسنة ومن تأمل كتاب الله عز وجل قرأ فيه عجيبا ذلك أن الله عز وجل أمر عباده بأن يسارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض وأمر بذلك في سياقين فمرة قال وسارعوا ومرة قال سابقوا والملفت للنظر في هذا السياق القرآني الراقي أن الله عز وجل أمر بالمسارعة إلى المغفرة وطلب المسابقة إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض وكأنه يقول إن الدنيا بما فيها من متاع وبما فيها من نعيم لا أرضاها لكم أن تتنافسوا فيها وإنما الحياة الحقيقية هي في الجنة حيث يكون فيها رضوان الله عز وجل ومن تأمل حال الأنبياء وجد أن القرآن الكريم قد وصفهم بصفات متعددة فهم أهل الصدق وأهل الأمانة وأهل البلاغ وأهل الفطانة وهم أهل لكل خير غير أن الله عز وجل وصفهم بصفة طيبة فقال عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فالمسارعة إلى الخير والاستجابة لأمر الله عز وجل واجبة في كل حين وتتأكد في هذه الأوقات ومن تأمل القرآن وجد ربطا عجيبا جدا بين المسارعة إلى أمر الله والاستجابة لقرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبين معنى الحياة ذلك أن الناس يفهمون أن الحي هو الذي يسعى على أقدامه يغدو ويروح لكن الحي الحقيقي هو الذي يكون قلبه موصولا بربه هو الذي يكون عارفا بالشرع هو الذي يكون عارفا بالسنة هو الذي يعيش حالة طيبة مع رب العالمين لذا قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله وأيضا من تأمل هذا السياق وجد فيه مقابلة فالله عز وجل قال والموتى يبعثهم الله وجعلهم في مقابل هؤلاء الذين يستجيبون لأمر الله فكأن هؤلاء المستجيبين كأنهم هم أهل الحياة الحقيقية وأما هؤلاء الغافلون الذين لم يستجيبوا لأمر الله عز وجل فهم أموات ولكن بعرف مختلف المتأمل للقرآن والمتأمل للسنة يجد أن الاستجابة لأمر الله عز وجل واجبة إذ بها تحصيل كل خير الله عز وجل يأمرنا في كتابه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فجعل الاستجابة لأمره من قرآن وسنة ومن علم صحيح شريف فيه حياة الإنسان وبه تتحقق له كل الخيرات ومن تأمل تاريخ الناس أهل الصلاح وأهل الفلاح وأهل النجاح عرف كيف كانوا يسارعون في الخيرات بلا أدنى تردد وبلا أدنى شك وبلا تلك لما جاء أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي الشريف يحرم الخمرة ويحرم المخدرة ويحرم المسكرة هذا الذي يفسد الأبدان ويفسد الأديان ويفسد الأوطان جاء رجل إلى أنس رضي الله عنه وأنس كما يروي كان قائما يسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا يعني كأنه يسقيهم خمرا هذه الخمر كانت معروفة بينهم حينئذ وكانوا يطعطونها بيعا وشراءا وشرابا ومعاقرة بلا بأس لكنهم كانوا يحفظون عقولهم أهل المرؤة كانوا يحفظون عقولهم من طعطيها جاء رجل إلى أنس رضي الله عنه وهو قائم يسقي غيره من أصحابه شيئا من الخمر فقال لهم أوما بالغكم الخبر قالوا وماذاك؟ قال حرمت الخمر فقالوا أهرقوها أو أريقوها يعني هذا مال ومع ذلك لم يتلكأوا في استقبال أمر الله عز وجل وإنما أراقوها بكل أريحية وبكل استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وترى هذا المشهد مكررا مرة أخرى عندما نزلت آية الحجاب وهو مشهد ترويه صفية بنت شيبة تقولوا كنت مع عائشة رضي الله عنها في مجلس لنا وكأن النساء في مجالسهن يبادرن إلى الكلام عما يصلح أحوالهن فقالت عائشة إن لنساء قريش لفضلة فهي تفخر بنساء قومها لكن لا بأس أيضا أن تذكر فضل غيرها ثم ذكرت بعد أن ذكرت فضل نساء قريش ذكرت فضل نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب سارعنا إلى أمر الله عز وجل وإلى مروطهن المعلقة فاعتجرنها فما جاء الصبح إلا وهن خلف النبي صلى الله عليه وسلم معتجرات يعني مخمرات يعني لبسنا هذا الحجاب من تأمل هذا المشهد في مشهد الامتثال لأمر الله عز وجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر وصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب عرف ما ينبغي أن يكون عليه واقعنا مما يؤدي بنا إلى صحة الأبدان وسلامة الأديان وسلامة الأوطان أيضا أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته